في كأس مصر وفي بطولة تستكمل في هذه الأيام من النسخة الماضية من البطولة كأس مصر وقيمة اليوم مباراة الأهلي مع امبي في الدور النصف النهائي اختتمنا الموسم الماضي بمواجهة فاز فيها الأهلي على المصري البور سعيدي وضرب موعدا مع امبي اللي انتظر الأهلي هذا اليوم وفي مباراة واصل فيها الأهلي عروضه الكبيرة نجح في الفوز على امبي بتلت اهداف دون مقابل علشان قبل ما ندخل في تفاصيل المباراة تعرف ان الأهلي هذا الموسم في الأربع مباريات اللي لعبها ما بعد مباراة السوبر الافريقي ما بين دوري أبطال افريقيا والدوري والكأس سجل في أربع مباريات أربعة عشر هدفا وعلشان يبقى سجل رباعية قدام المصري ثلاثية قدام سان جورج رباعية قدام سان جورج وسلاثية قدام امبي النهاردة وختم الأهلي أو جمهور الأهلي مباراة اليوم أمام امبي قائلا كل من ده السنادي اللي بيحصل شيء عادي والواضح من أداء الأهلي النهاردة ومن استمرار العروض القوية اللي بيقدمها ومن مستويات اللاعبين إلى جانب السفقات الجديدة اللي بتظهر مستويات قوية وتحديدا امام عشور أن الأهلي ناوي أن يبقى كله من ده السنادي فمن سيوقف مسيرة الأهلي ده أكيد السؤال اللي بيفكر فيه منافسه في هذه المرحلة منافس الأهلي المقبل على مستوى كأس مصر هو بالفعل سيكون كبيرا لأنه إما الزمالك وإما بيرامدز الذين يلتقيان في الدور نصف النهائي من البطولة يوم الثامن من الشهر المقبل شهر نوفمبر بإذن الله وعلشان كده الأهلي دلوقتي مستني يعرف من هو المنافس المقبل ولكن بالعودة إلى أحداث المباراة فكان فوزا مستحقا للفريق الأحمر بعدما ظهر بشكل هجومي قوي ضغط عكسي متميز قدرة على استرجاع الكرة بشكل سريع أمام فريق أمبي اللي اعتمد على التراجع للخلف ومواجهة الأهلي بستائر دفاعية مكونة من خمسة لاعبين في الدفاع وثلاثة أمامهم واثنين في المقدمة ينتظران أي محاولة هجمة مرتدة وهو ما منعه الأهلي بوضوح خلال الشوت الأول اللي خرج به متقدما بهدف سجله علي معلول من ضرب الجزاء من الاختراق الأبرز اللي عمله الأهلي بعد طولية بتوصل لأليو ديانج اللي بيعرقله اللاعب مصطفى كالوشا فيحصد ضرب الجزاء يسجلها معلول في شباك البلعوطي ويحتفل بهذه الطريقة انتهى الشوت الأول بهذه النتيجة علشان ينزل الأهلي الشوت الثاني محاولا البحث عن زيادة الغلة وبأداء هجومي من جديد بوجود الأطراف سواء محمد هاني أو علي معلول إلى جانب حسين الشحات وبرستاو وفي وجود مودست أساسيا في لقاء اليوم وصل الأهلي الهجمات حتى نجح في تسجيل هدف ثاني في المباراة وهذه المرة بأقدام مودست من خطأ دفاعي من أحمد العجوز لعب خط وسط أمبي اللي حاول إرجاع الكرة إلى مدافعي الفريق استلمها مودست وقدمه اتنين مدافعين سيف الخشاب ومصطفى كالوشا موه بجسمه فتح مسافة صوب بضعف ولكن الكرة وجدت في طريقها قدم سيف الخشاب لتتحول إلى شباك البلعوطي معلنا أول أهداف اللاعب الفرنسي بقميص النادي الأهلي هنتكلم أكيد عن مستوى مودست النهاردة في ظهور أساسي فضل فيه مارسيل كولر استمراره لأطول وقت ممكن ولكن وصل الأهلي بعد هذا الهدف المحاولات هنا قرر أمبي أنه خلاص مش هخسر أي حاجة بدأ يزود الناحية الهجومية عنده بدأ يعمل التغييرات ظهر لأول مرة أحمد أمين أفا فتغير الشكل الهجومي عند أمبي رد مارسيل كولر في شوت تاني تكتيكي واضح من المدربين بأنه يزود هو كمان الناحية الدفاعية وفي نفس بلعبين أدوارهم الدفاعية أكبر زي كريستو وزي إمام عشور إمام عشور كانت له هذه المرة فرصة الهدف الأول بقميص النادي الأهلي ومن كرة مرتدة من دفاعات أمبي بعد تحجيزة حلوة من البديل كهرباء بتوصل إمام عشور المندفع كالصاروخ عشان يستلمها بسدره يدخل منطقة الجزاء يراوغ لاعباً فالثاني ويسجل في شباك البلعوطي ليحتفل كما احتفل سابقه من من ارتدوا قميص 22 أبو تريكا في إرسال رسالة أخرى لجمهور الأهلي رسالة تعظيم سلام من ناحية عملها قدام الجمهور ورسالة اعتذار بكررها للمرة التالتة منذ انضمامه إلى الأهلي على أحداث سابقة حينما ارتدى قميص الزمالك ورسالة جئت لأكرر ما قام به أسطورة الأهلي سابقاً أبو تريكا إمام عشور سجل الثالث والأهلي فاز بثلاثية وإلى نهاية كأس مصر